السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology MedEasy ونكمل كلامنا النهاردة في المحاضرة العشرة من السلسلة واللي بعنوان Introduction to Donation Testing and TTIs وتكلمنا المقطع اللي فات على الحاجات اللي مش بتتعامل بشكل روتيني على عينة المتبجأ وقلنا زي إيه؟ زي ABO Antibody Titration وفي حاجة تانية هنتكلم عليها النهاردة وهي اسمها إيه؟ Red Cell Antigen Screening وده اللي هو إيه؟ الفينو طايبينج اللي تكلمنا عليه قبل كده وباختصار كده إحنا ممكن للمتبرع مثلا يتعمله فينو طايبينج على عينة بتاعته يعني ده بيتعامل في بعض الأماكن جنب مين الابو والار اتش بلاد جروبينج ممكن يتعامل لأنتجنز من الار اتش والبيك كي ساستمز ويتحط على كيس بتاع المتبجأ ده الفينو طايب بتاعه يعني ايه بازتف مثلا وكمان نكتب ايه؟ بيك سي كذا سمول سي كذا بيك اي كذا سمول اي كذا بيك كذا وده ممكن طبعا يوفر وقت كبير عند الصرف لحالة معينة بس ده طبعا ليه تكلفته المادية وهنا بنوازم بين المسائل دي مع بعض وطبعا بنسجل الفينو طايب ده عشان المتبجأ ده بعد كده والموضوع ده بيكون برضو مفيد لبعض المرضى اللي ليهم فينو طايب نادر شوية وبيكون صعب يكون ليهم متبجأين بسهولة فلما بنك الدم يعمل الفينو طايب للمتبجأين لبعض الانتجنز النادرة دي المتبجأ اللي زي ده بنحاول نخلي الدم بتاعه للمرضى دول بحيث يتصرف له لما يحتاج الدم ده تمام كده؟ بكده نكون نتكلمنا على الجزء الاول من الاختبارات اللي بنقوم بيها على عينة المتبجأة اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ الريد سل سيرولوجي تاستينج تمام كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتبوا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة